نستكمل الحديث عن الفصل الثالث والمقرر علوم العامة وفصل الفلك الموضوع الثامن الشمس الأهداف بعد درسك للموضوع المفروض تقدر تستنتج خصائص الشمس اثنين تتعرف تركيب الشمس تفسر بعض الظواهر المرتبطة بالشمس دول ثلاث أهداف لهذا الموضوع خصائص الشمس أول حاجة الشمس نجم متواصل حقم والكتلة والحرارة اثنين عبارة عن كتلة غازية تتكون من غاز الهيدروجين والهيليم بشكل أساسي سرعة دورانها حاول نفسها لجميع نقاط على سطح غير ثابتة لأنها كرة غازية وليست صلبة سرعة دورانها حاول نفسها لجميع النقاط على سطحها غير ثابتة منها كرة غازية وليست صلبة طاقة الشمس تنشأ من تفاعلات نووية اندماجية بين زرات الهيدروجين لينتج زرات الهيليم وهذا انتفاعل نووية الاندماج بينتج لطاقة حرارية كبيرة جدا توصل إلى الأرض ضوء وحرارة تركيب الشمس تتركب الشمس من طبقات الشمس الداخلية وهي اللوب الإشعاع الحمل طبقات الشمس الخارقية وتضمن الفوتوسفير الكروموسفير الكورونا كمان ووضح في الشكل منطق الفوتوسفير الكروموسفير الكورونا تركيب الشمس الطبقات الداخلية للشمس لوب الشمس منطقة الإشعاع منطقة الحمل لوب الشمس عبارة يبلغ درجة حرورتها حوالي 15 مليون كيلفن منطقة الإشعاع وهي الطبقة المسؤولة عن نقل الطاقة من منطقة اللوب إلى الخارج منطقة الحمل تقوم بنقل الحرارة من منطقة الإشعاع إلى سطح الشمس عن طريق الطيرات الحاملة الطبقات الخارجية للشمس ثلاث طبقات الفوتوسفير الكروموسفير الكورونا الفوتوسفير تسمى بالطبقة المرئية تظهر الشمس كأنها كرس نامع زوحافة محددة ومتزمة ومنها تشعر طاقة الشمس إلى الفضاء درجة حرارها بتصل لكم درجة؟ 6000 درجة الطابقة الثانية الكروموسفير وهي تري الأجزاء العليا من الفوتوسفير ولا يمكن رؤيتها إلا بعد إلا لعدة ثواني عديدة لا يمكن رؤيتها إلا لعدة ثواني عديدة عند حدوث كسوف الشمس طابقة الكروموسفير تري الأجزاء العليا من الفوتوسفير لا يمكن رؤيتها إلا لعدة ثواني عند حدوث كسوف الشمس طابقة الكرونة آخر طبقات الشمس وكسفتها ضئيلة جدا وليس لها شكل محدد ولكن يعتمد شكلها على النشاط الشمسي الظواهر الشمسية التي تحدث في الشمس لدينا البقعة الشمسية، الحوايبات الشمسية، الانفجارات الشمسية، الرياح الشمسية البقعة الشمسية هي بقعة داكنة على سطح الشمس وهي داكنة تلون بسبب انخفاض حرارتها عن المناطق المجاورة لهم الحوايبات الشمسية عبارة عن مساحات لامعة زاد أطراف داكنة وهي منتشرة على سطح الشمس وهي تجعل الشمس تبدو كنائه بتغلي الانفجارات الشمسية الانفجارات الشمسية آخر طبقات الشمس وكثفتها ضئيلة جدا جدا وليس لها شكل محدد ولكن يعتمد شكلها عن نشاط الشمسي الرياح الشمسي هي تدفقات مستمرة من الجسيمات المشحونة معظمها بروتونات والكترونات وتخرج من الشمس وتنتشر في الفضاء في النهاية لخص ما تعلمت من الموضوع اشتركوا في القناة